تصريف الناقص اليائي في المضارع المرفوع أتذكر من أهم علامات المضارع المرفوع الظمة الظاهرة هو يسأل ثبوت النون أنت تردين الظمة المقدرة نحن نرضى أتعلم الظمائر الأفعال جنى يجني رضى يرضى رعى يرعى الظمائر المتكلم أنا أجني أرضى أرعى نحن نجني نرضى نرعى المخاطب أنت تجني ترضى ترعى أنت تجنينا ترضينا ترعينا أنتما تجنياني ترضياني ترعياني أنتم تجنون ترضون ترعون أنتنا تجنينا ترضينا ترعينا الغائب هو هو يجني يرضى يرعى هي تجني ترضى ترعى هما يجنيان يرضيان يرعيان يرعيان هما تجنيان ترضيان ترعيان هم يجنون يرضون يرعون هن يجنينا يرضينا يرعينا القواعد إذا تحركت عين الفعل بالفتحة يحذف حرف العلة عند اقتران الفعل بياء المخاطبة تنهي ينا تصبح تنهينا يحذف حرف العلة عند اقتران الفعل بيواو الجماعة يسعى ونا تصبح يسعون إذا تحركت عين الفعل بالكسرة لا يطرأ تغيير على حركة عين الفعل إلا إذا اقترن الفعل بيواو الجماعة فتنقلب الكسرة الضم يمشي ون تصبح يمشون التمرين الأول أسند الجملة التالية إلى ضمير المخاطبين ثم المخاطبات أقضي نهاري أسقي الأشجار والثمار وأنقل أعشاب الطفيلية الإجابة أقضي نهاري أسقي الأشجار والثمار وأنقل أعشاب الطفيلية ضمير المخاطبين أنتم تقضون نهاركم تسقون الأشجار والثمار وتنقون الأعشاب الطفيلية التمرين الثاني أعيد كتابة ما يلي مسنداً إلى الضمائر هما المؤنث وهنا سأرقى إلى أعلى المراتب وأسعى إلى الحصول على الجائزة الأولى الإجابة سأرقى إلى أعلى المراتب وأسعى إلى الحصول على الجائزة الأولى هما المؤنث سترقيني إلى أعلى المراتب وتسعيني إلى الحصول على الجائزة الأولى هنّا سيرقين إلى أعلى المراتب ويسعين إلى الحصول على الجائزة الأولى التمرين الثالث أستعين بالضمير المتصل وأعيد كتابة الجملة التالية من هنا فصاعدا ستكتفي بما أشتريه لك وتبقى دائما على العهد لكما لكنّا الإجابة من هنا فصاعدا ستكتفي بما أشتريه لك وتبقى دائما على العهد من هنا فصاعدا ستكتفي بما أشتريه لكما وتبقى يا دائما على العهد من هنا فصاعدا ستكتفي بما أشتريه لك وتبقينا دائما على العهد اشتركوا في القناة